بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم متابعين لغاية اكس بورت نهادي جولة 22 من الدور الصوري الممتاز لكورة القدم جبلة يكثر سلسل لا هزائم لنادي تشرينه عن انتصر عليه بهدفين مقابل هدف الواسبة يتابع استنزاف المقاط و يتعادل ايجابيا مع النادي الشرطة ينتهي في تفوغ الأورنجي و أربع حالات طرب بحرج اللي يرسل النواعير إلى قاع الهضوط وحطهم يعيد الأمل للجماهير بفوض مهم على الأحلي قبل أن ندخل بالتفاصيل بالنسبة للناس الذين لم تصلوا على إشحارات الفيديوهات فصل لازم تشترك بالقناة و تفعل زر الجرس و لا تنسى تدعمني بلايك و كومنت المباراة الأقوى و المباراة المنتظرة كانت تجمع المتصدر نادي تشرين مع النوارس نادي جبلة بملعب الباسل بجبلة المباراة كانت منتظرة و أخوية من الطرفين يعني دير باللازغية بتحمل طابعة مازة و طابعة تحدي و كان في حضور جماهير كبير من الطرفين طبعا نادي جبلة قدر يفتتح التسجيل بالدقيقة الأولى أو بالدقيقة الثانية من عمر اللقاء عن طريق اللاعب حيدر محمد وسط ضياع من نادي تشرين أو تشتت من اللاعبين قدر فيها جبلة يتقدم بالهدف الأول لعود زكريل عمر بتعديل الأوتار بصاروخية هزة شباك عيسى الأشقر الشرط الأول كان عمي دي بتعاود الإيجابي الشرط الثاني كنا عم شوف تشرين أكتر عم يضغط تشرين كان أكتر نزعة هجومية يعني نوعا ما جبلة كان عم يعتمد نوعا ما على المرتدات والدفاع المغلق تشرين كان مضيع بأكتر من فرصة بس المصطفى ضيع كرات عديدة جدا نادي جبلة تابع اسلوبه بالمرتدات والدفاع للمحافظة على النتيجة الإيجابية وقدر من خلالها به هجم منظمي سجل فيها هدف التقدم عن طريق اللاعب حمزي كردي لا تنتهي المباراة بانتصار جبلة بهدفين مقابل هدف وبخسارة تشرين اليوم يكون خسر لقب الدوري الدهبي هو الدوري لا هزيمة طبعا الدوري الدهبي يتوج فيه النادي سجله خالي من الهزائم لكن اليوم تشرين أول هزيمة له بالدوري فبذلك يكون خسر الدوري الدهبي بالنسبة للدوري تشرين ما زال بصدارة الدوري بثلاثة وخمسين نقطة عمد جانب الأخر الوسبي المطارد عم يستنزف النقاط كان الشرطة عم يسجيل الهدف الأول كنا عم نشوف تضييع لأن نصبوطها لركل الجزاء لنادي الوسبي هيعود وائلة الرفاعية بتسجيل هدف التعادل مباراة كان أقوى لنادي الوسبي كان أكثر ضغط أكثر رجوم أكثر استحواز لكن من دون جدوع يعني بصراحة نادي الوسبي آخر خمس أو ست مباراة ثلاث تعادلات وخسارتين هدف وحيد يعني نوعا ما بدأ الانهيار لنادي الفرسان ديربي ديمشق بين الواحدي والجيش ينتهي بفوز الواحدي بهدف نظيف طبعا نادي الجيش كان ملعب بغيابات شوفنا محمد للواكد ينزل كبديل بغياب مانزين العيس عن مباراة تشهد أربع حالات طرد طبعا نتيجة المباراة لا تأثر على ترتيب الدوري الجيش بالمركز الثالث بـ 41 نقطة الواحدي بالمركز الرابع بـ 35 نقطة نادي حطين عم يزرع الأمل من جديد بقلوب الجماهير وفوز مهم على الأهل الحلبي بهدفين نظيفين هدفين عم ينعشوا أمال نادي حطين بالبقاء بدور الأضواء ودور المنتج الحرج اللي عم يتغلب على النواعير بـ 3 هدف مقابل هدفين وعم يرسل النواعير إلى قاع الهبوط عم يأكد هبوط نادي النواعير عفرين أيضا عم يخسر من الفتو بـ 3 هدف مقابل هدف طبعا حكينا بـ أكثر من فيديو يعني عفرين بدأ بالهبوط وبدأت الشبس بالهبوط حاليا النواعير وعفرين إلى دور الدرجة الأولى يعني للأساس طبعا متبقي مباراة الكرامة مع الطليعة المباراة عند الساعة العاشرة مساء سهرة كروية إن شاء الله بتكون مباراة حلوة بتكون مباراة ممتعة للجميع طبعا بالنسبة للمربع الذهبي من ترتيب الدور السوري تشرين بالمركز الأول بـ 53 نقطة الواسبة بالمركز الثاني بـ 46 نقطة الجيش بالمركز الثالث بـ 41 نقطة الوحدة رابعا بـ 35 نقطة هاي كانت أغلب تفاصيل الجولة 22 من الدولة السوري الممتاز لكرة الخدم تظروني بفيديوهات جديدة ما تنسوني من دعمكن تبقوا بخير وصحة وصعادة السلام عليكم